سهيل لتضعنا في آخر المستجدات وهل شهد ترامب يغادر بحسب ما يتم التصريح به من وكالة رويترز بأنه صمح له بمغادرة المحكمة دون شروط نعم لم نشاهده يخرج بعد من قاعة المحكمة ولكن ما جرى هو أنه بعد دفعه ببراءته من كافة التهم التي وجهت إليه قررت القاضية سماح له بالمغادرة دون فرد كفالة مالية عليه وبالتالي هو الآن حر في الحركة ويمكنه مغادرة الولاية والسفر إلى أي جهة يرغب بها دون أي قيود تذكر عليه بأي شكل من الأشكال وهذا ما كان متوقعا منذ البداية كان من المتوقع أن يكون هناك إخلاء سبيل للرئيس السابق دونالد ترامب بمجرد انتهاء الجلسة التي سوف يتم فيها تلاوة الاتهامات ضده من قبل المدعي العام جاك سميث الآن الرئيس السابق دونالد ترامب يستعد للمغادرة وسوف يتوجه إلى المطار لاستقلال طائرته الخاصة للتوجه إلى ولاية نيوجيرسي لحضور حجد من منصريه في إحدى حملاته الانتخابية التي يقيمها من أجل حجد المزيد من الأنصار لصفه والحصول على المزيد من التبرعات من قبل أنصاره من المتوقع أن يتحدث بشكل مطول ترامب الليلة من خلال هذا الحجد الانتخابي الذي سوف يحضره سوف يتحدث عن ما جرى له اليوم وكيف رد على التهم التي وجهت له وكيف كانت هذه الجلسة مسيسة وكيف أن المدعي العام يكن له كراهية شخصية وبالتالي كل ما يجري هو تسييس من قبل وزارة العدل الأمريكية التابعة لإدارة الرئيس جو بايدن وهي محاولة من قبلهم من أجل منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل ترجمة نانسي قنقر